على ما يبدو أن هناك مخطط من وراء وقف شركات الاتصالات ووقف اتصالات الداخلية والخارجية قد يكون هناك عمليات ستجري داخل المدن يريد إخفاءه عن الإعلام خصوصا مع تنامي عملية المقاومة في ذمار في إيب عندما يتم قطع الطرق على الإمدادات التي تذهب إلى عدن وإلى تعز وإلى مناطق أخرى ربما الهدف منها قطع التواصل لأنهم يعرفون أن المقاومة الشعبية ربما لا تملك القدرة والجاهزية على إيجاد أدوات التواصل كالتي تملكها ميليشيا الحوثية المدينة اشتركوا في القناة